كانت مخازن المبنى ده كله في حاجات كتير ليه كله ما يبقاش كده ليه الامكانيات الموجودة دي كلها اللي مستنية اشهارة ما تتفجرش يعني ليه ما يبقاش المبنى ده كله استوديوهات جميلة كده وتحفى ونستقطب الناس وتتأجر وتبقى نافذة وحاجة حيوية جدا للتلفزيون المصري اعتقد يا خير يمكن كل الناس بتتابع اللي بيحصل على شاشة التلفزيون المصري وبيسمعوا الإزارة المصرية احنا قدرنا في الاعوام الماضية ان احنا نتنقل نقلة جبيرة جدا السبب الاساسي فيها كانت التقاط الموجودة جوانا احنا مؤمنين ان احنا نمثلت التقاط البشرية اللي تقدر تقدم اعلام متقدم جدا يمكن بتواجهنا احيانا بعض المعوقات خاصة بالامكانيات وخاصة باللوايح القديمة والبيروقراتية انما انا دائما مؤمن ان شباب ما سبيرو كوادر الاعلام اللي قدرت سعلا انها تبني الاعلام العربي كله مش بس دوا مسكيره ولكن في المنطقة الحرى الاعلامية الفضائيات المصرية كلها اقامت على اكتاف شباب من ابناء مسكيره الاعلام العربي كل القنوات اللي احنا بنشوفها النهاردة معظمها في نشأتها وفي بدايتها كانت بتستعين بخبرات مصرية انا مؤمن بان التقاط دي موجودة فرصتنا ان احنا نديها مناخ صحي وان احنا نخلال لهم البيئة الادارية والبيئة الانتاجية والبيئة الادارية اللي تديهم الفرص انهم يقدموا عمل متميز اللي بيحصل في مصر النهاردة حصل قبل كده ببرامج قبل كده احنا نواجه منافسة كبيرة مهم جدا ان نواجه انفسنا بان احنا مطالبين على مدار الساعة بان احنا نجود والجودة مش بس تعني في الشكل او في الجيكور او في شغل الجرافيك او في الاضاءة او في انما الجودة اساسا في جوزة المحتوى وفي جوزة التناول وفي جوزة مسلوب الحوار وفي جوزة الطرح الاعلامي لان احنا قدام اعلام حر المنفسة الاساسية النهاردة في مساحة الحوارية مش بس في التقنيات ولا بس في الامكانيات ولا بس في الالوان وهو ده يعني يمكن يجرنين لسؤال مع الوزير سيتك صرحت وانا بشكرك على هذا التصريح وده قلت قولنا في اكتماعات عامة كتير انه ما فيش خطوط حمراء انا نفسي توضح لي اكتر لانه طبيعة الاعلام في كل يعني كل محطة او كل قناة بيبقى ليه حد يعني معين حتى في امريكا وفي لندن وفي الدول المتقدمة كلها بيبقى في حد فانا ارجو انك توضح لي اكتر مفيش خطوط حمراء مش في مصر النهاردة انت بتكلم طبعا سيتك على تلفزيون المصر ككل ان انت حررت التلفزيون من اشياء كثيرة جدا كانت هناك معتقدات واشياء سابتة راسخة بان التلفزيون الحكومي ويغطي احداث الحكومة ويغطي انباء الحكومة ويتعامع مع الحكومة لانها يعني على افضل ما تكون لكنك سمحت لنا خلال السنين اللي فاتت من يوم ما توليت منصبك سمحت لنا بان احنا ننتقد ونقول اراءنا كما نشاء ونناقش الناس كما نشاء فقل لي ما هي الاضافة اللي سيتك مفكر تقدمها مش لمصر النهاردة ولكن الاعلام المصري اللي انت سيتك مسؤول عنه ان يكون الرقيب هو ضمير الاعلام يا محمد انا ضد فكرة ان يكون فيه رقيب مطلوب منه ان هو يعد يتفرج على شرايط ويرجعها ويقول هنا فيه تجاوز او هنا فيه اخلال او هنا ضد مبادئ معينة او هنا ضد توجهات معينة الضمير اللي بيحكم العمل الاعلامي هو ضميرك وضمير مونة وضمير تامر وضمير خيري وضمير تريع الاعداد المصلحة الوطنية اللي لازم كنا نبقى شايفينها ونبقى عارفين حدودها وعارفين احنا امتى نكون بنعبر عن رأي الناس وامتى نكون بندي مساحة للرأي الحر ان هو سعلا يضيف للوطن وامتى نكون بنهدل وبنشيح حالة من اليأس او الاحباط الخيوط رفيعة جدا ما يقدرش يشوفها غير الاعلامي المهني المتمرس الفرق ما بين الموضوعية وما بين الغوغائية نستطيع نحن نميزه الفرق ما بين ان احنا نكون بنبني ونحنا نكون بنهدم نستطيع نحن نميزه الفرق ان احنا ندي مساحة للرأي الاخر وان احنا نعترف بحق الاختلاف او ان احنا نكون مستبدين برأينا في الاخر المشاهد هو اللي هيحكم وفي الاخر المشاهد هيطرد والنهاردة انتم موجودين في برنامج تفاعلي في برنامج بصيغة جديدة في برنامج مفتوح على الانترنت والتتلقى التصالات والتتلقى تعليقات اذا ما يددتوش تكونوا على قدر هذه المسئولية المشاهد هيحجب عنكم لانه هيلاقي مكان اخر بعبر عن اعلامه بعبر عن احلامه بيبدأ يديله فرصة ان هو يقول رأيه وده مهم جدا ان انتم تكونوا ضمير الناس طب اسمح لي معالي الوزير يعني انا شخصيا او بعض زملائي قد سببوا لساتك اكثر من حرج اكثر من مرة لانه ممكن ننتقد وزير وهو زميلك في مجلس الوزراء او ننتقد مسئول كبير ممكن نرفع السماع ويكلمك او لك بسات الوزير دول مثلا يعني هجموني دول انتقدوني دول كيف تواجه مثل هذه الامور وانت فتحت المجال وهذا قد حدث بالفعل ان بعض المسئولين اشتكون لساتك او غضبوا او تصوروا لساتك موفقنا ان احنا ناجمهم كيف تتعامل مع ازر امرهم على الوزير اولا الحال اللي حرك بتتكلم عليها ما اتكررتش كتير بس بتتكرر المسئولين دايما وانا اعتقد ان احنا كلنا وفي حكومتنا بالمرسل يمكن مدرسة مختلفة ومدرسة جديدة في التفاعل مع الجمهور احنا بنرحب بالرأي الاخر وبنرحب بالنقد وبننتقد والنقد اللي احنا بنعرض ليه كلنا كوزراء وكمسئولين في الدولة في الصحافة يمكن بيكون بيكون تكير اللي بنتعرض ليه في الالام المسموع والمالي كل ما نرجوه الموضوعية في التناول بمعنى انك انت اذا كنت بتطرح قضية احد المسئولين مسئول عنها مهم جدا ان يكون موجود مهم جدا ان صوته يكون موجود وفي نفس الوقت برضو ان احنا لما المسئول بيعمل حاجة كويسة نقول له انت عملت حاجة كويسة بعض الناس النهاردة بتخشى وبتخجل ان هي تقدم اي نوع من الفناء او التحية للمسئول بيقدم حاجة بعض الناس بتعتقد ان الاختلاف وان احنا دايما نهاجم الحكومة وان احنا دايما نهاجم النظام وان احنا دايما يكون صوتنا عالي هي دي الحرية الحرية ان انا اقول كلمة حق الحرية مسئولية الحرية ان لما واحد يعمل شيء صح اقول له انت عملت شيء مهم للوطن واضفت شيء للوطن وان هو اذا قصر في يوم الايام ان يكون موجود وان انا واجه بهذا التفسير وان هو يشرح ورقة نظره وان الناس انا كنت سعيد جدا ان نهاردة ان انتوا من اول مدخلة حصلت حصلت مع مواطن لان هذا البرنامج لازم يكون صوت الناس سيدات الوزير ليه مصر النهاردة يا فن لان مصر النهاردة جميلة ومن غير ما نبص المصر النهاردة بنظرة موضوعية وبنظرة نقدية وبنظرة تحليلية وبنظرة فيها روح التفاول لان انا ولا انتوا هنقدر نحلم ببكرة سيدات الوزير امتى حيقول لا لما ننفس المصلحة القومية لما نكون في يوم من الايام جنحط مصالحنا الخاصة قبل مصلحة الوطن لما في يوم من الايام ما نقدرش نفرق ما بين ان احنا نقول كلمة حرة تبني او ان احنا نتبنى خطاب هدام ما يتحملش المسؤولات من المواطن مصري اللي حالتك هتقول ما يطلعش بلنامج مصر النهاردة من حق كل مواطن مصري ان هو يكون مبوضش بلنامج مصر النهاردة كل مواطن مع الوزير انت قلت مواطن كل مواطن مع الوزير انت قلت مواطن سيدات الوزير حضرتك ترد ايه وتقول بايه للصحف اللي بتقول ان في بعض الاسماء ممنوع دخولها تليفزيون المصري في بعض الناس محتكرة من بعض القانوات الفضائية لقوا منها ملتقة للرأي العام وبعضهم اتخذ حصري وبعضهم ماضي يمكن عوض كمان ان هو ما يظهرش غير على هذه القانوات بقول لهم ربنا يساهل لهم إنما انت هساتك أنا بشكرك أنا بحيي جدا جدا على كلمة كل مواطن دي